تعال بقى أقدك برة أقدك برة نهارده في إياب روبا نهاية دورة أبطال أوروبا باريس سان جرمان كان خسر مباراة الزهاب قدام برشلونة جي النهارده باريس سان جرمان قدام برشلونة كسب أربعة واحد في سيناريو كارسي لبرشلونة سيناريو بصراحة أمش من مشاجعة برشلونة بس أروخه ضمر برشلونة النهارده برشلونة كان متقدم بهدف بنتيجة مباراة الزهاب والعودة كان فارق هدفين على باريس سان جرمان اتطرد أروخه في الشروط الأول باريس سان جرمان توحش سجل أربع أهدف وربع الأول كان برشلونة تقدم عن طريق رفينيا في ديئة 12 أروخه اتطرد في ديئة 29 ديمبل سجل في ديئة 40 وبعد كده في تانية سجل في ديئة 54 ومبابيه سجل الهدف الثالث والرابع لازم بابيه يدي بصمة برضو تقيلة يعني فباريس سان جرمان رد الرمونتادة بنفس المدرب لويس انريكي كسب النهاردة وأطاح ببرشلونة خارج دوري أبطال أوروبا مباراة أخرى كانت أكثر إصارة بكتير من المباراة اللي بقولك عليها شوف أربعة واحد مفقود بقى ما فيش بعد كده حلاوة تعال بقى على التانية دي بقى بروسيا دورتموند وأتلتكو مدريد أتلتكو مدريد كان كسبان مباراة الزهاب أتلتكو مدريد كان كسبان مباراة الزهاب اتنين واحد نهاردة دورتموند كسب أتلتكو مدريد أربعة اتنين السيناريو كان عامل ازاي بصت السيناريو كان عامل ازاي برنان سجل لدورتموند في ديئة 34 الهدف الأول بقى كمان سنسجل الهدف الثاني في ديئة 39 كده يصعد حلو لا جاء أتليتكو مدريد بقى في الشوق التاني هم عمل معهم واجب وسجل هدف في مرمى الهدف الأول لأتليتكو مدريد في ديئة 49 بعد كده أنخي الكورية سجل هدف التاني لأتليتكو مدريد في ديئة 64 وكده يسعد أتليتكو مدريد يعني يعمل كومباك على دورتومون دو يسعد تمام؟ لا دورتومون بقى راح عن طريق فالكروج سجل الهدف التالت في ديئة 71 وبعد كده سبيتسر المكاتشبية من الحاجة في بايرني ميونيخ خالص سجل الهدف الرابع في ديئة 74 عشان يسعد دورتومون دو برمونتادة النهار ده أمام أتليتكو مدريد ويسعد باريس سان جرمان برمونتادة أيضا قدام برشلونة في منتهى 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 الإسارة بقرأ بقى إسارة أصعب كتير شستر سيتي وريال مدريد بايرني ميونيخ وأرسنان كورة لا يجوز أصلا ونعاسف يعني لا يجوز أنها تتكارن دكورة احنا منلعبة ملاش علاجة خالص دي حاجة تانية هم بلعبوا لعبة تانية واحنا منلعب لعبة تسعة